ازايكو شباب عاملين ايه رب تكونوا بخير دلوقتي هنتكلم على اول محاضرة من محاضرات روتيشن ارسو في العملي تمام الاناتومي وفيسيولوجي للمسكيلو سيستم هنقسم المحاضرة دي على مرتين ان شاء الله اول جزء لحد قبل الجوينت وهكذا من اول الجوينت للاخر ليه لان في حتة كده قبل الجوينت عايزك تحفظها ياسمك لان حتة الاناتومي مهم جدا هنازلن نعرفه علشان نعرف نتكلم كويس على من اول الجوينت كده في حاجات مهمة نعرف نتكلم عليها خلاص اه في البداية كده ايه هي الفونكشن متاعت الاسكيلو سيستم دود هو عبارة عن مصل وعبارة عن سكيلتل يعني عضم عضم وعضلات تمام بيعمل لي ايه ده اول حاجة بيعمل لي بروديكشن 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 الفايتال اورجن زي مسلا ايه؟ البرين مسلا ايه اللي بيحاوتوا عضمة صح اللي هياه السكال طيب القلب ايه اللي حوالي القلب الريبس مسلا والكفص الصدري والحاجات دي والقلب واللونج والحاجات دي بيحفزها الكفز الصدري وليبسي والستيرنام العظم ذات نفسه بيحميلي الفايدال أورجان يبقى الحاجة بروداكشن اثنين بيعملني سابورت بيدعم قيم بيدعم البادي ستركشور بتاعي هو ده اللي بيخليني ان انا اقدر ان انا امسك حاجة شيلها مين بيخليك تشيل حاجة دي مثلا انت مثلا فارغ من واحد مثلا بيروح الجيم وواحد ما بيروحش الجيم بتقدر بيروح جيم يقدر نشيل حاجات اكتر ليه لان الملابسك واستكير Umm en aqwa شنأ هو بيروح الجيم.. تبتعيلا عندو واحد تقول مقهما شين 100 كيلو ومقدرش يشيلهم لكن متاع جيم يشيلهم ليه لان الملابسك 와 Skelter System بتاعه اقوى يبقى ده بيعملني سابورت كل مكان اقوى وكل ما هاملك سابورت اقوى وصح او اكتر قال بيخليك ال focused structure اصلا بتاعه عشان بتقدر تشيل اي حاجة وتقدر تكري، وتقدر تمشي هو اللو بيخليك تعمل كل هذا هو الـ support. يعمل لك support لليل إيه؟ وديك solid frame بتاعك. الشكل الهيكل بتاعك. الهيكل العظمي بتاعنا. الهيكل بتاعنا هو اللي بديني الشكل بتاعنا. تمام؟ طيب. الـ locomotion مسؤول كمان عن الحركة. عن الـ movement. تمام؟ بيخليك إيه؟ تتحرك في كل الاتجاهات. مين بيخليك تتحرك في كل الاتجاهات؟ العضل العظمة والعضلة بتاعتك هتخليك تتحرك. العضلة تعمل contraction relaxation للـ البونز اللي تحتها فتخليك تتحرك. تمام؟ المينرالز. هوميوستيزز. ايه المينرالز و هوميوستيززي بقى؟ عارفين ان العظم هو أساس تخزين المينرالز. زي ايه؟ زي الكالسيوم والفوسفروس والماغنيسيا. تمام؟ بيخزن ثلاث حاجات دول. تمام؟ بيديني البون ماتريكس. بيديني قوة العضلة. قوة العضلة في المينرالز اللي جواها يا شباب. تمام؟ طيب. ليه سموه هوميوستيزز؟ مثلا مويش ليه mineral storage وخلاص. لا. هوميوستيزز. لان انت قال لك انت عندك في جسمك في الدم وفي العضن. جسمك في يضأسل من حاجتين. حاجة بيتمشي في الدم و حاجة بيتمشي في العضن. اللي بتمشي في الدم هو المينرالز اللي جواه. حدًا هال في منرالز في الدم؟ أه. طيب ألçu هلمين اللي بينظم ان يكون في توازن، توازن، هوميوستيزز يعني توازن، توازن через بين المينرز اللي موجودة في الدم والمينرز اللي موجودة في العظم مين؟ قالك اللي يعمل كده تحت إشراف البارا سيرويد هيرمون البارا سيرويد جلاند اللي بتفرز حاجة اسمها بارا سيرويد هيرمون دي بتنظم مثلا زي بتنظم نسبة الكالسيا اللي موجودة في الدم اللي هو نسبة الكالسيا اللي موجودة في الدم وليلة هتحد أخذ من الموجود في العظم نسبة الكالسيا اللي موجودة في العظم وليلة راح تأخذها في الدم أخذها من الدم وهكذا العكس، عشان كسموه منه الهوميوستيزيز هكسموه كمان حاجة اسمه هيمو بيوزيز هيمو بيوزيز تمام؟ يقول لك ان انت عندك الريد بون مارو تمام؟ والريد بون مارو ده اللي هو يا شباب اننا اخدناه في أنيميا بلكده ان هو بيكونني الريد بلوتسل الريد بون مارو ده مش الريد بلوتسل بس طب بيكونني الريد بلوتسل كلها خلايا الدم كلها زكاية ريد او ييلو او بليتلت او اي حاجة تمام؟ قالك ده موجود انه موجود في حاجتين تحفظهم زي اسمك يكتبهم موسي كده وراه حفظهم زي اسمك موجود في الـ نهايات حننا عذاب شافت في دولة شكل العضلة العضمة تمام؟ في النهايات العضمة في حاجة اسماها هنشوفها دلوقتي برضا تمام؟ وده اخدناه في الهالطة وما يفوت ان احنا عارفينها يبقى الريد بون مارو موجود في الـ موجود في الفلات بون حلنا عفو دوقتي ايه أنواع عن الفلات بون بس اعرف اصلاداتي الى الريد بون مارو احنا عندي اتنين بون مارو واحد واحد هيلاو تمام؟ الريد على الريد موجود في مزيزه هناعرف قصد للتنين اتنين timing الريد موجود في الارد multis than� المال long work البون نهيات العضمه كونร الريد من الريد بون مارو تمام؟ لكنablan major هي عبره عن الريد عدم koş Подب pursuing موجود في جسم العضمه من ديفون موجود فين؟ في جسم العظمة من الجنوبة. يسموها شافت. شافت. تمام؟ اهو. بصوا شباب. نهاية العظمة اهي حاجة اسمها ابيفيس. هنتكلم عنها دلوقتي بس. عشان تكون انت عارف يعني. وهو ده الابيفيسس. تمام؟ دي اسمها ايه؟ اسمها الريد بول مارو موجود هنا. الريد بول مارو موجود فين؟ في نهاية العظمة. تيجي انت تشتلي عند رجل تقولوا انا عايز الكوارع. شو رحنا نراجل نقول له عايزين كوارع. بيديك عظم. ايه العظم ده بقى اللي هو دي. اللي هو الريد بول مارو. الريد بول مارو. الريد بول مارو موجود في نهاية العظمة الطويلة. تمام؟ الريد بول مارو موجود في الجسم العظمي من جوا. اللي هو بيسموه ابيفيسس. هنعرف دولتي دي بيسموه ابيفيسس. ولو نفتكن احنا خدتها محضرة الفراكشن. لما بيحصل فراكشن في البون. انا بخاف ان يحصل قطع في الريد بول مارو. فيطلع الفات اللي جواه. تمشي في الدم. بتعمل الفات ايمبوليزم. خلاص؟ طيب. دي يعمل ايه تاني؟ بيعمل حاجة اسمها هيت بروداكشن. هيت بروداكشن يعني. دي انا بصراحة شايفها مش فانكشن قوي. ا انا شايفها جوبنس rather mechanism. انا مش شايف ان هو اللي بيعملها Wiedergastro, انا مش شايف ان ال brain هو اللي بيعمل كده. ال brain بيحس ان دلقة حرارتك مثلا ان اني مثلا سعتين فتعمل ايه تتريعش. طيب من بيخليك تتريعش اصلا من معتكش ان المسكو سهكرتال لأ. اللي بيخليك تتريعش هو ال brain. لكن من بيحرك لخليك تتريعش. من بيحرك المصل ال brain? بس المصل الجايز paint. بس المصل طبع جازمين المسكو سهكرتالìn. مش طبعا ان خلوها في المنص كريم political becomes muscular system. يبقى المسكو ستيراتي بيعمل لك جيدة برودكشن لانت ما ديك تتراعش اللي هو الشيفرينج دي دي كومبساط الميجانيز من الجسم بيخليك تتراعش لشان ايه الحركة دي اللي هو كنتراكشن للمسل ريلاكسيشن كنتراكشن ريلاكسيشن كنتراكشن بيضلعلك حرورة بيضلعلك لكتك اسات والشياء دي فبيتخليك ايه تحافظ على مينتين الباطي تيمبراتشر بتاعك ايه بقى مكونات الماسكو ستيراتي địندنت صواتي ده العظم وعضلة قل shouted ايه بس في حاجت تانية معانة بهم مje capital حاجت الميجات وشاو ج Ying خلينا متفقين كده فياول خلينا متفقينا يا شباب اني البون بتمسك في بعض اكيد والعظمة بتمسك في العضله والعظمة تمسك في العظمة طب مين بيخلي اول حاجة مين بيخلي العظمة تمسك في العظلة مين بيخلي البون التشمنت بالمسل حاجة اسمها دندن حاجة اسمها ايه دندن اللي هو مين الوطر خلاص ولو حصل مشكلة في الوطر بيسمو ايه بيسموه STRAIN احفظ معين كلام داش مهم خدنا اصلا في الاول صفحة في النظري في ميت سيرج 3 في النفس اللي احنا فيه في أورسو اول صفحة تمام احنا قلنا اللي بيمسك العظمة بالعضلة حاجة اسمها الدندن يبقى الدندن وظيفة انه يمسك العظمة بالعضلة خلاص؟ لو حصل فيه مشكلة حصل فيه تيرنج بيسموه هاخده قدام على الفكرة بيسموه STRAIN بيسموه ايه STRAIN طيب اللي بيمسك العظمة بالعضمة بون ببون تمسك في بون بحاجة اسمها LIGAMENT الاربطر زي وطر اكيل لو حصل فيه مشكلة بيسموها SPRAIN ودي مهمة جدا خلاص؟ يبقى لازم يكونوا فاهمين اننا عندي بتكون المسكوصيدل سيستملا بتكون من المسل المسل دي تمسك ببون بحاجة اسمها TENDER البون مسكة في بعضها مكونين لحاجة اسمها JOINT انا بقول لك حاجات جديدة هو البون مسكة في بعضها مكونين لحاجة اسمها مفصل اللي هو الجوينت الجوينت ده اللي بيعمله STABILITY وبيخليه الجوينت قوي الليجامنت تمام؟ وهنتكلم عن كاردريج الليجامنت والايه والكاردريج ده تمام؟ طيب خليني بس انتيكم معلومة هنا تانية ان الكاردريج ده بيوصل له بلات سابراي أصلا تمام؟ فبالتالي انه حصل في شكرا الكاردريج ده بيوز خالص تمام؟ زي اللي هو تأكل في الخطرية في الغالة منهمش علاج يبقى بياخد انتينفلماتوري وممكن نعمل تغيير مفصل وخلاص قبل ما نخش نتكلم عن البون بقى نتكلم من اول حاجة نقسمها ان فيه حاجة اسمها وحاجة اسمها ميكروسكوبك يعني ما شفت البون كده بعيني البون دي بتتكون من كذا وكذا بعيني مايكرو يعني ما شفهاش بعيني اول حاجة نتكلم طبعا العظمة بتاعي بيختلف باختلاف العظمة نفسها هل هي لونج بون هل هي شورت بون وكذا تمام؟ لان حسب البون هل هي لونج ولا شورت بقى فيه حاجة موجودة في اللونج ومش موجودة في الشورت لكن هما في النهاية يا شباب في النهاية بيبقى فيه بيبقى موجود في البون كلها ما عنديش بون مثلا ما فاش حاجة اسمها كومباكت هنتكلم عنه دلوقتي ما Satan ما فيه شباب ما فيه شباب ما فيه شاب ما فيه شباب ما فيه شباب في نهاية ستحدد اعلى احنا نتكلم عن هذا الالج بون بالذات حيا ان الالج بون موجودة فيه كل حاجة لم نتكلم عن الشورت мон التي هي داني شباب ثقו� effective اليافزة عن الديافيس چهỉه خريفصل ما اضعه لك يعني اليافزة مفرد Ahdiabisه طفل ما اي؟I is لحاجة مفرد IF ديافيس سيمكن في العظم اسمه DIafises ده ی伸hoon يعني ده حاجة بتنمو بين حاجتين ثاني حاجة ال ، إبيفيس ايماس اي في أس Eس مش مفرد يجمع تمام بيسموه growing over يعني حاجة بتلمو فوق حاجة او في نهاية الشيء اهو حاجة بتلمو فعلا فوق في ال ap physis بس بس خلي بقى انا عندك اتنين عشان احنا قلنا هو جمع حاجتين يبقى واحد فوق واحد تحت زي ما تشاهد في الصورة ما جدا بناش عليك بالزبط ال ap physis اللي فوق ده قريب من الجسمة بيسموه proximal epiphysis طب البعيد بعيد بيسموه distal epiphysis جميل ايه تاني بقى حاجة اسمها metaphysis metaphysis يعني حاجة بتنمو بين برد وحكتين طيب حاجة دان يسمها articular cartilage articular cartilage يعني غضروف articular يعني متمفصل يعني الغضروف المتمفصل ده بالظبط بيبقى عبارة اهو يا شباب اللي هو الarticular cartilage ده بيبقى موجود اه بيحمي من فوق كده بيحمي لما كان التقاع العظمة بالعظمة ليه عشان يحميلي العظمة ان يحصل لهاش friction يحصل لهاش احتكاك بالعظمة التانية او بالاناظر joint تمام تمام في حاجة تانية اسمها periosteum periosteum ده يعني بيبقى حوالين العظمة من بره كده هنتكلم اهو ده الperiosteum هنتكلم عنه دلوقتي واحدة واحدة برياوستيام تمام الراوند للبول حوالين العظمة من بره في حاجة تانية اسمها epiphysial plate لازم تكون عارفينه برده الابiphysial plate ده هو هنا مساميه epiphysial line افهمك قصيته ده ايه الابiphysial plate ده مسؤول انه هو العظمة بتاعتك تتول في يعني تزيد في الطول تاني يبقى epiphysial plate والplate تمام مسؤول ان العظمة تتول في الطول لحد ما توصل سن البلوغ 18-20 سنة كده يتحول epiphysial plate ده الى حاجة اسمها epiphysial line epiphysial line ده بيتحول يعني من epiphysial plate ده بيبقى بحاجة بتكبر تكبر 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 تتحول لبون بيسموها او ما تحول لبون بيسموه epiphysial line تمام يبقى زي ما قلنا في حاجة عندي حاجة اسمها periosteum وحاجة هنا اسمها compact bone هنتكلم عليها دلوقتي وعندي yellow bone marrow yellow bone marrow ده بيقى ماشي في نص العظمة في الشفت كده تمام في وعندي حاجة اسمها epiphysic وقلنا red bone marrow موجود في نهايات العظام كلها وموجود في كل البون بس احنا نجد اننا في bone طويلة فبنتكلم على انه موجود في epiphysic في نهايات العظمة وعندي حاجة اسمها articular cardridge علشان يمنع الاحتكاك وعندي epiphysial plate لما بيتحول بعد سين البلوح بتحول حاجة اسمها epiphysial line مش مش هيتول انه ده مسؤول نتخلي العظمة تتول بس كده لاننا نتكلم عليه في الصورة دي يلا بينا بقى نتكلم جد شوية ونمسي جوز جوز من العظمة اول حاجة الperyostium بري يعني بره الاستيام يعني bone يعني around bone خلاص اللي هو ده الperyostium طب الperyostium ده لازم اده ايه قالك بصراحة الperyostium ده هو عبارة عن fibros عبارة عن ايه fibros تعمل ايه بكل بساطة بتحمل عظمة من اي انجري اي حاجة خبطت في العظمة تحميها لانه هو الغطط تحق تمام جميل ايه تاني بيمسك ان احنا مش عندنا مصل لزقة على البون مش فيه مصل يا شباب لازقة على البون مين بيخلي المصل تحصل ومتلزقش في البون يعني بيمسك بيمسك البون بالمصل هو الperyostium بيبقى بيعمل للمصل والdental بالبون تمام تمام يبقى كده هو بيفسل ما بين البون والمصل اللي نايمة عليها تمام يبقى بيفسل ما بين البون والمصل النايمة عليها والصورة دي انا حابا اجيبها لكش نوريك حاجة تشقية ان انا عندي حاجة ism am natration or nutrient The nutrient. Now the nutrient artery ده. هو ده اللي بيغذي البون يا شبيب هو ده blood supply اللي بيخششجوه البون طيب احنا illeg innovative. إحنا ليه قلت ان day ostium ده مسؤول ان هو يعمل Laboration at leastillabunt للبون لان من خلال day ostium ده ال such breathing به ال civilization بيدخل من خلال day ostium. يبقى day ostium يبقى. يخش منين من day ostium فيه هو يعتبر day ostium ده بيغذي العظمة 미리Goostium صحيح فعل. الفيحصل بالنيوترينت آرتري sailors لا تصدر من خلال طبقة Booosteum وكمان في حاجة مهمة جدا الجدا الجدا ان Bereosteaum في جوا حاجة اسمها osteoblast اللي هي debris forming vein osteoblast يعني بناء يعني حاجة تبني السيل بتاعت البون osteoblast يعني بناء الاو briefly الاستيو بلاست موجود في الانر بتاعت المين بتاعت البرياستيا له مسؤول ان هو يعمل ايه بيفس للبون والمسل اللي لايما عليه بيعمل نارشمند للمسل للبون من خلال ان هو بيغزيها بالبلات سابلوي ان البلات سابلوي ده لازم يعدي عليه الاول فيتبر كده هو ايه نارشمند بيعمل ايه تاني بيحمل بونس من اي انجرين نجي بقى الحاجة تانية حاجة اسمها الكمباكت بون الكمباكت بون دي اللي هيا دي يا أشباب بتح تبة البريه يستامت حاجة اسمها الكمباكت بون الكمباكت بون ديifications بصراحة انا شافري ان هي عضمه ذات نفسها هي دي العضمه يعني ايهكمباكت اصلا على يعني عضمه يعني نشفة النسبة المياه فيها قليلة موجودة في ال� în؟ هي الموجودة فى الطيافيسيز في الحدة دي كAn اسمها ايه؟ كومباكت بل اسمها EMizz تمام؟ طيب حاجة تانية اسمها آآ اسمها سبونشي بون اسمها ودي مهمة جدا سبونشي بون سبونشي بون مارو تمام خشي بقى نتكلم على احنا كده كده اتكلمنا مكرو بصفة عامة خشي بقى نتكلم تديبز شوية كمايكرو مايكروسوبيك مايكروسوبيك استركشن اوب بو يلا بينا اول حاجه لسكيلة لالكمبوزيشن بقل لك ان انت العضنية بتاعنا كده لما شوفه دحت الميكروسكوب كده هنكلم بقى دحت الميكروسكوب دلوقتي ماشي بيكون من ايه بيكون من ووتر ماشي بنسبة قليلة جدا بنسبة عشرين في المية خلاص يبقى ووتر مية بنسبة عشان كده البون بتاعي هارت تمام بتكون كمان من أورجانيك ماتيريال؟ أورجانيك ماتيريال تمام زيé البون سيل وابون متريكس وكولاجين كمان الكولاجين شباب هو البروتين والأمينوالسد جسمنا كله اباره عن كولاجين يبقى الكولاجين ده حاجه أورجانيك ماتيريال موجودة فين في المسل. يبقى ايه؟ ارجانيك متيريال زي مين? زي الكولوجين اللي هو مين البروتين والأمين وأسد وكمان يكون من 50% إلى 40% إلى 50% انورجانيك متيريال زي مين زي المينير اللي احنا قلنا عليها كالسيوم فوسفرس عنده كل بس خلينا نفكرك بحاجه انت عند حاجة يبقى اكد انت عنده حاجة اسمها الماتريكس دي اللي بتدتي الصلابة والقوة للبون سوري هم مين؟ هم ارجانيك وبال ماتريكس هي ايه؟ تعال بقى نتكلم نتكلم عن البريوستيوم ونتكلم على الكمباكت بون ونتكلم على السبونج بون تحت الميكروسكوب نتكلمنا عليهم ماكرو نتكلم بقى عليهم مايكرو اهو عضمة اهي فيها تو ابيفسيس فيها طيافيسيس فيها اه نتكلم على واحدة واحدة اول حاجة ناخد كده الحتة قطاع عرضي كده ونشوف دي اسمها ايه اسمها بيريوستيوم اهي بيريوستيوم حصل منها بنيتريشن من خلال الارتري علشان يغزي البونز كله جميل اوي تمام حلو تاني حاجة عندي الكمباكت بون كونباكت بون جيه كينز باي ولا يقول هان هان ا 때는 هدا في الكمباكت بون هاك Sawdion COdire الاستيوم ده هو وحدة بناء الكمباكت بون ده عبارة عن ايه ده عبارة بالضبط عبارة عن لاملة اهو ليهيعني اهه لملة لاملة يعني يعني عبارة عن طبقات كده من البون طبقات concentric كونسنتريك بليت من البون عبارة عن طبقات كده من البون لفة 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 وطالع منها اأأأأأأأأأأأأأ purpose عبارة عن طبقات لفة 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 وطالع منها كنوة هيكتamental Sinчто دى اللي بيمشي فيها الذى Blumen وتال فى ثانى يبقى انا عن دى الكمباكتبون واحدة البناء بتاعته هو مي الأستيون مهمة الأستيون الأستيون ديت تمام ماشي فيها عبارة عن ايه عبارة عن بليت 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 عبارة عن اطباق كده من البون تمام اطباق فوق بعض كده من البون تمام الاطباق دي عمنا اللي كده خرمي كده طالع منها ايه اطباق ورا بعض ورا بعض ورا بعض ورا بعض طالع منها ايه كانو القناة دي ماشي فين اسمها سنترل هافيرسيان كانال سنترل هافيرسيان كانال دي ماشي فيها بلوت فيزلز وماشي فيها نيرف تمام تمام طيب نيجي بقى لو قال لك لو انت اخدت بقى الاستيو صيد وحدها. لو جد أخذت كده استيوسايد يعني أخذت خلية من العضل وشفتها تحت الميكروسكوب هيزهر لك إيه؟ قالك بصراحة كده هيزهر لك الاستيوسايد إيه؟ محاوطوها حاجة اسمها لكنا. يبقى الاستيوسايد محاوطه اخو حاجة اسمها إيه؟ لكنا. غرفة كده موجودة في غرفة مقفولة محاوطوها حاجة اسمها لكنا. تتغذى عن طريق حاجة اسمها كانكولا يبقى الكنالكولا تتغذى من الاستيوصيد التي محاطوها من اللاكنة ايه يقول لك ملحوظة هنا مهمة قوي خلي بالك ان الاستيوصيد دي هي الماتيور سيل بتاعة البون يبقى الماتيور سيل دات البون هي مين هي الاستيوصيد الماتيور من الاستيوصيد الشكل الغير للماتيوصيد هي الاستيوبلاست كل ما مهمة هاتغلقة انني اور موال لي alerts من الاستيوصيد يمكن باо كاحبة البون الشباب الكنالة ستقلقوها في ربطة والكملات السبونجي بون 我是 Trapicula quilombicula Gone بيسموها سبونج بون كانولاس ترابيكولا ليه هي سبونجي لأنها فيها فراغات ما بين السلس تش length ومهم أول connections تتعلم انfont inch ثم مو في ال便 ومهمة او تعرف ان الريد بون مارا موجود فين في السبونجي بون ان هو نهايات الايه نهايات العزاب تعال اوريك شكل تاني بس بسرعة قبل من قبل من نكمل يعني في حاجة جديدة اهو السبونجي بون الكمباكت بون اهي دي واحدة البناء الاستيان ودي الترابيكولر اللي قلت لك على واحدة البناء السبونجي والاستيان هو اوبراعا عن لملة 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 العبارة عن ايه عبارة عن اطباق كده من البون المدن问题 هeta بورا قناة دي بيمشى فيها ال250 كمده كله ودي الاستيو صايد الاستيو صايد دي عبارة عن هي الماتيور بتاعت البون والاخلي بتاعيتها هي الاستيو بلاص تمام؟ ويكده اتكلمنا محاوطة الحاجس سمها الاخلي ولي بيوصال لها الاكل بتاعها هو مين الجانجولة تعالوا بقنا نتكلم عن السيلز اللي بتبني البون قالك ان البون سيل مكوّن من حاكتين استيو بلاست واستيو كلاست واستيو صايد استيو صايد هي مين؟ هي الماتيور سيل بتاعت البون طيب هل البون بتاعتي او الاستيو صايد بتموت؟ اه ممكن تموت ازاي؟ قالك عندها يسمى استيو بلاست يقولنا هي اللي بتبني البون يعني مثلا بيحصل فراكشا مين اللي بيبني البون بتاعي هو الاستيو بلاست البناء هو العامل بتاعي اللي بيبني حاجة اسمها استيو كلاست طيب أي بقى؟ ايه الشغل بتاعي الاثنين دول؟ كل بساطة فيه اول نظرية قالت ان العظمة دي نفضلت تكبر 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 تعالك كده نشوف كده في الصورة انا متخألت كده شباب ان العظمة دي فضلت تكبر استيو صايدǚ اعمال الأتكبر تكبر 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 كل ده عمل للتكبر هيقفل لي على القناديات القنادي اللي هي فيها مين؟ فيها البلد فيزلز فالبلد فيزلز مش هيوصل للبون فهيتقفل فالبون هتموت فإن اللي بيحصل بقى؟ دي نظرية بتقول ان انا بيبقى فيه حاجة اسمها استيكلاس تكسر والدنيا تبني بحيس ان دي تثبت على الوضع بتاعها تثبت في الوضع بتفصل في الكمية بتاعتها او بنفس الحجم بتاعها وتاني تاني حاجة ان انا بيحصل فراكشر يعني وبيحصل ان البون دي بتحصل لها فراكشر فمين اللي بيبني الحاجات هي الاستي ولاست والاستيكلاس تعبارها عن اعرف انتبني ابني بيت يعني اكيد بتلاقي فيه شوية اسمانتية هي شباب بيقعوا هو مين اللي بيزبطها الحيطة دي لو فيه طوبة زيادة هيا الاستيكلاس اللي هوüyا كانت بتانحة عشان انقiley احلى شكل يعني يبقى الاستيكلاس تبني ولاستيكلاس طب الاستيكلاس دي موجودة فيه? الاندو الاندوستية يبقى دي موجودة في البريوستيا و دي موجودة في ايه في الاندوستيا تمام مهمة اوي دي مسؤولة تعمل حاجة اسمها بونرسوربشن يعني تشيل الاكسيسب بون اللي انا مش محتاجة خلاص البونرموندلينج بقى هي عملية مستمرة بيحصل فيها ان الولد بون تيشو تتجدد بنيو بون تيشو تمام نجي بقى يصنف لك العظم احنا عملي اقول له عظم طويل و عظم قصير و عظم فلات و مش عادي ايه اللي احنا بنقول له بقى يلا بينا ان اصال انا عندك كما عظم في اسمك عندك ميتين وستة عظمه ميتين وستة عظمه بيقسمانك لخمس حاجات Long bone Short bone Flat bone irregular bone Systemoid bone و احنا نحط واحدة من عندنا هنسميها ايه هنسميها small long bone هنعرفت الوقت اللي استميناها small long bone تمام اول حاجة اللونجبون. اللونجبون زي مين? زي اللي احنا شاهدنا دي عظمة طويلة. صح? ليها شروط زي ما احنا قلنا لها سبعة شروط. حان لن نعم في الاول. لازم يكون فيها اتنين تيافيسز. اهو. فيه اسوري. واتنين واحد تيافيسز. زي عظمة مين? زي عظمة الفيمير والهوميرس. تمام? ولازم يكون ليها كومباك تيبون وسبونجبون والحاجات دي كلها. خلاص? اهو. يبقى دي لها ابيفيسز وتيافيسز. اه. ليها تم تتكلم بسجولة عشان يمنع الاحتكاك ما بين البون والجينت اللي بعدها محاطب طبع اسمها من برا كومباكت و من جوه اللي هي الكانسولس طيب تاني حاجة الشورتيبون الشورتيبون زي مين؟ زي الكاربل والترسل أوعَ! أوعَ تقول ميتاكاربل وفلانجيز تقولناه انهم شرتيبون هم مشرتيبون الشرتيبون الي عندك هما القربلax Gallif kehors القربل перемه نكزئ لحosto في corporation الريت ميتا كrabble في الريتات اعتقدد ميتا كاربل اور انجزئ مين الشرتيبون في هم القربل والطرص لان الميتا كاربل والفالنجيز والميتا كربل والفالنجيز الاتنين دول ال�� سميناهم احنا سميناهم ايه من كليها سميناهم عقبط لماذا سميناها خبط لانها فعلا لونج بون ولكنها عقبط او فيها اتنين ابافيسيس فيها تابافيسيس وفيها شكل الكاركتوريستي بتاعت اللونجبون ولكن هي سمول سميناها سمول لونجبون خلاص تمام قوي طيب فلاد بون بقى الفلاد بون زي البون بتاعت الستيرنم والبون بتاعت السكال تمام البون دي بتحميلي الانترنال اورجن زي السكالب بتحميلي السكالب بتحميلي البرين السكالب والستيرنم بيحمولي ايه بيحمولي اللونج والهارد وكذا الريجولار بون زي الفرتبرات احنا عرفينا طبعا والموست ايه سكالبون سيسامويد اللي هو العظمة اللي هي المعلقة مشهول او اللي هي البتلة البتلة بون البتلة دي مش متعلقة مش متعلقة بشوينت او بعضما دي متعلقة بتندن اللي مسبت هيلي مسبتها في مكانها تندن تخيل اسمها البتلة البتلة بون بسموها ني كاب تمام متعلقة بتندن بص يا جميع أنا كدا فاهمتك الأناتوم خش بقى على الأناتومي بتاع البون انت خالية لن فاهمنا الأناتومين خش ربقى على الناتوم في بس حاجة أعزة أقولها لك الأول عشان ما ننساهاش بس إن البون بتاعتنا في حاجة اسمها Axial Skeleton وأبينتيكورل ال Wisecletum أبينتيكورل دي جاي من كلمة الـ Axial تاال محوري والأبينتيكورل دي جاي من كلمة عبينتيكس الى هي الزاويد البون ازيد الأجزال زي الـ Skull حاجة داها في النصة يا شباب الـ skull , الـ vertebra , الـ ribs , والـ sternum لكن الـ appendicular زي مين ؟ زي الـ upper or lower limb اهو , يقول لك عندك pectoral girdle , زي cervical , والـ scalp الـ scapula , والـ upper limb وعندك الـ pelvic girdle , زي الـ hip bone وعندك الـ lower limb خلاص , دي بس مش هزين ننسيه مهم بقى اول كلام اللي جاي ده وده اخر حاجة هنجده ان شاء الله في الفيديو دوت اول حاجة الـ upper limb هنتكلم عليه في الـ upper limb هناخد يا شباب عظم عظم نتكلم عليه هننتكلم عن عظام ايه ؟ هنتكلم على العظم دي والعظم دين طول وفي الرجل هكذا تمام ؟ يلا بينا اول حاجة العظم دي من فوق العظم دي اسمها ايه ؟ اسمها هيوميروس اسمها ايه ؟ هيوميروس ركز معي بقى عشان الكلام ده مهم الكلام ده مهم يا شباب احنا بنتمتعين في ايه فيه ؟ احنا ممكن نجيلك في جوز اونلاين يقول لك دي اسمها ايه ؟ دي اسمها ايه ؟ دي اسمها ايه ؟ دي اسمها ايه ؟ الكلام ده اسمه ايه ؟ فعنا عايزين نفهم مش نذاكر نفهم مش نفتكر خلاص ؟ الーン ni هوميروس دي بقى الكلام اللي حاوليه ده عنه هنذاكره بس نفهمه الاول تمام ؟ عشان المحاضرة اللي جاء اه اللي جزء الثاني من بارد ده اه من اناتومي سيبقى مقعتمد علي الت机لم przestحول في دلوقتي هو مقاطمد على الكلام ده مش هنعيد نفس الكلام اللي بنقوله تمام ؟ اول حاجة هتحفظ معي انا هتحفظ معي فركز بقى اول حاجة عندك الين spezie اتحفظ اصابها الهيد او رصها يا شباب رصها الهيد انتهيцу number of humorous نذهب الهيد أنا أريد أن تتخيل شيئua ماذا أنت تتخيل لهذا الهيد في مين لكن يبلغها أمىapor شباب مع أعودаго سأناع160 . يجب هنا هنا فجاب ماذا أن يجينcy Kennelier ี่ جمل , سأناعود على الجوين. دي المحاضرة اللي جاية حقولك الجوين ده بيتكون من ايه? الجوين ده بتكون من ايه? الجوين ده بتكون من ايه? بس انا في الغالب اهم حاجة عندي الاثنين دول واللي بتعريق لي خلاص? اه خلاص عرفنا اول واحدة اهو. يبقى دي كون من ايه اول حاجة خلاص وعرفنا بتمسك في اللي هو العنوية. تمام? عندك بقى حاجة اسمها يا ليزر. فكر فكر في الأبدومين. اه لا بلاشت مش هكلم بعد هدوقتي تمام? اه في حاجة اسمها ده نتوء يا شباب يعني نتوء يعني نتوء بس ده نتوء صغير وده نتوء كبير يبقى ده نتوء صغير وده نتوء ايه كبير فاسمي ده ايه سميناها وما بينهم تجويف لما بينهم بسميه ما بينه فيه اسميه هو نفس الاسم كده انتر تيوبركلي جروف يبقى عندي الهيدا وهو علي لوزر تيوبركلي وجريدر تيوبركلي مبينهم جروف باسموه انتر تيوبركلي يعني ما بين التيوبركلي الاتنين دون فيهvenه هو اسمه كده انتر تيوبركلي جروف مخترعوناش الحاج brه ده حاجة اسمها انتومية نائك اسمها ايه انتومية ن listings distancing in surgical nick Lastly's surgicalăm, JENNIC蒸gence دي حاجة عملها التكاترة عشان ياخدوا واهمي كده تماما عمان عندي حاجة اسم نتوق هنا كمان اسمه تلتويت تيوبيريسيتي تمام ده نتوق اهو تلاقي ايه هنا نتوق طالع اهو تمام بسموها على اسم العضلة اللي فوقي خشي بقى في المهم فى الأهم بقى ليه بقول ده الاهم لان هنا فوق انا ليه بقول اهم لان اهم حاجة عندي تعرف ايه في الاناتومي دوت تعرف الاماكن عشان هقولك مكان الاتقاء الجوينت ايه يعني الاتقاء الجوينت ايه مسك في ايه فهتقول لي مثلا الهيد بسيط قوي الهيد مسك في الـ في الجرونويت سكابيول لشان جهتيني بكاركرازة شوية اهو سهل لكن ده ايه في حوارات تحت فأفهم بقى معي واحدة واحدة في الهيوميرس تحت اللي هيمسك بقى في الـ في الـ الناور الريدياس مين بقى اللي هيمسك في الحاجات دي واحدة واحدة عندي حاجة هنا اسمها سوبرا كوندويل سوبرا ايه سوبرا كونديولر ركز معي بقول ايه سوبرا كوندايل سوبرا كوندويل يعني اكيد فيه حاجة اسمها تحته حاجة اسمها ايبي كونديول الجزء ده اسمه لاترال ليه لاترال لانه ابعيد عن الجسم الجسم هو من جوا او الـ هيت يعني في الشهولة عينجات الاجتيني ل�라 يعني الحيط دي بره لاترال معروفة لكن جواه فيه حاجة اسمها ميدع يبقى كوندايل فيو سوبرا كوندايل لاترال في كوندايل تحتها بسموها ايبي كوندايل يعني الحدة دي برا يعني lateral معروفة لكن جوه في حاجة اسمها medial يبقى condyle في سوبرا condyle lateral فيه condyle تانية تحتها بسموها ep condyle بتبقى برضه lateral في هنا medial condyle medial condyle medial ep condyle medial لجوه يعني جوه الجسم خلاص في بقى حاجة تانية اسمها عضمتين هنا حاجة اسمها trucula حاجة اسمها capitula trucular capitula هنتكلم عنهم دلوقتي حاجة اسمها بقى مهمة هو اسمها cronoid fossa حاجة اسمها radial fossa تاني cronoid fossa يعني فossa فossa يعني حفرة فossa انت سيفها حفرة ايه الحفرة دي حفرة يعني ايه حفرة يعني هي تيجي عضمة تانية فوقيها عرف العشق والمعشوق اللي هو المسلمة العشق والمعشوق هو ده بالزبط تيجي عضمة تانية تنام فيها علشان تعمل لي ايه تعمل لي joint هو ده نفس الكلام اللي هنقولそうですね يبقى دي يبقى في cronoid fossa يبقى في ايه في cronoid processed في class في courses في عضمة هديجي توعد هنا سمها بردو cronoid process دي32تبقى موجودة في القضنة فاهمت يبقى فossa يعني ايه اي مفاصد فاصد عينت تكويف يعني هديجي عضمة تانية بتعليم في الغلب هتبقى بنفس الاسم هديجي توعد هنا فاهمت قصدي تمام يبقى cronoid fossa cronoid fossa دي تبقى عبارة عن تكويف بيقى يقعد عليه في ويقيقة عضمة ما اسمها كرونويد بروسس هتبقى موجودة في القلناة تمام عشان تعمل لي مفصل القوة خلاص القلبه جوينت باكده عندي حاجة تانية اسمها ريديال فصة يبقى دي جيد حاجة طبعا ريديال تقعد هنا ممكن تبقى الهيد اوف ريديال صح تمام صح اسمها بيسموها ريديال نوتش تمام دي بيتنان فوقا ريديال فصة ريديال نوتش هالي كانا بقى دحت يعني تيبقى اخر حاجة اخدنا الهيد مسكة في هالل سكابولا كونان الiance ا поговорى الانية طبعا مغ coreisesti تبقى و nós punctى الوضع الروض هي topl incapable مابين الدقوفين مابين النتوئين سلك الاسمه اجديدwe Surgical 집 Adapt and Int 앞 و نتو accelerator هنا سلك القدار في حاجة اسمها جزء ده احنا. في التالك الشنين ليس موجودة عندك. حاجة اسمها حاجة اسمها ايه? مهمة صدقني. المحاجة في الجزء ايه موجود هذه البعيدة باللترل من الجسم جميل ما هو الحوار؟ أول شيء نمسك القلنة القلنة رأسها تحت و هي فوق ستمسك في الهيوميرس سؤال مين الذي يكون نفسها الكوع الالنة هي التي تمسك في الهيوميرس يأتي لك مين يكون نفسها الكوع ستقل له الهيوميرس أو نهاية الهيوميرس بدأة المين مع بدأة القلب يلا بنا نمسك بقى في القلب أول حاجة عندي حاجة هيا اسمها المادي يبقى تمسك في مين في الاليكران لا من ورا المترك عليها جزء المستيريوم ايش تنساش وقتمسك في المين في الاليكران فصة فيها أين تاني فيها هو حاجة اسمها في الهيوميرس عضمة كده، هتخش تقعد في حاجة في القلناة. اهو, ستقعد هنا في النوتش دي. نوتش يعني تجويف. هتيجي تقعد في التجويف بتاع التركيلا. تمام? عندي حاجةة انيسمها كورونايد بروسيس. احنا قلناه فوق عندي ستناтоб شهادة كورونايد فصة. تجويف كده او حفرة هتيجي تقعد فيها الكورونايد بروسيس اللي موجود فيه في القلناة. اختلفناش. واندي شهادة اخر شيء كان عندي فوق حاجة اسمها ريديال فصة هيجي وعد فيها الهيد اوف ريدياس. يبقى الريدياس اشتركت معنا فيه في الراسها بس. جاءت قعدت في الريديال او الريدياس ايه الريدياس فصة. او الريدياس فصة. خلاص? تمام. ودي القرنة. دي يبقى جدا خدنا القرنة. اخر حاجة راسها تحت. تمام? حاجة اللي دي مش مهمة اوه. خلاص? يجي بقى في الريدياس. الريدياس برضو الهيد احنا كلمنا عليها خلاص. وقالنا فيه هنا نتوق. بسموه ريديال تيوبرستي. وفيه بروسس ده. سموه ستيلويد بروسس. سموه ايه? ستيلويد بروسس. وفيه هنا قلنا نوتش اوف ريدياس. تمام. بس انا هم حاجة عندي الحتة دي يا شباب. يبقى احنا قلنا. رب يكونوا نجمعينها. لا. ماشي. لا اهي. الشوردر اهو. قلت لك عليها. الهيد بتاعت. اهو. تعالي لك عمل اول خالص. الهيومرس شباب. الهيومرس مسكة في مين? مسكة في الشوردر. اهو جمع حالك. الهيد بتاعت. الهيومرس. عملنا لي الشوردر جوين. مسكة بحاجة اسمها جلونويد. بتاعت. بتاعت. اسكابيولا. اهو. ادي شفت شكلها. خلاص. ادي ادي شفت الشوردر. خلاص. نجي بقى في الشوردر. بتاع الالبو. طيب. عرفني بقى اقول لي الالبو جوين متكون من ايه? احنا اتكلمنا خلاص عليها على فكرة. وعلمنا شكله. خلاص احنا عرفناها يا اعتبر. احنا عرفنا ان عندي حاجة الهد بتاعت الريدياس مهمة دي. يبقى الكابيتولم هتاعد فين? مع الهد لكن الريدياس الفصلة. سينم عليها الريدياي النوش. يبقى الانوش تيجدو角 هناwareди האامحي بقى تاعد في الريدياس الفصلة. في التجويد بتاع الريدياس الفصلة. تمام? والكابيتولم هتاعد على مع الهد بتاعت الريدياس. تمام عشان ما اطلاقبتش بس. يبقى اخر المرة هي عندي جزء انتيريور وجزء استيريور. طيب اول حاجة عندي الكابيتوللن هتوعد فيه فوق الهيد تق Monitor. هتوعد في تاريكوللن وجود خلاص. عندي حاجة تانية ثانية عندي الكيو نوت فصة هنا هتوعد عندها مين؟ عندي العالكال. عليه verso هتطلع من الآن العالكال بروس هتوعد فيه في علكران فصة. عندي كمان معةologne قلناها والكابيتولرن والربما قلناها و الفضل لنا فهمنا انه مفصل القوع بتكون من نهاية الهوميروس وبداية مين الانا مش بداية الريدياس تمام وعرفنا تجوينه ايه وهنتكلم عن المحاطرة التانية طيب الجوز التانية يعني اللواللمب بقى اللواللمب عندك هنتكلم على الفيمير ونتكلم على التبية والفيبولا تمام يقول لك ان الهيب بونز بتتكون من ثلاث حاجات الاليام والاسكيام والبابيس في هنا حاجة مهمة بس تكون عارف ان انا عندي هنا اه في الحدة دي جده حاجة اسمها ده عبارة عن مفصل تمام وده مفصل مهم جدا هنتكلم عليه في انواع المحاطرة اللي جاية او في الكوز التاني وعندي هنا حاجة اسمها ابتوريتر فورامين دي بيعدي فيها بقى الفورامين ده بيعدي في الفيمير والارتري وعندي حاجة هنا مهمة جدا 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 حاجة اسمها انتيريور سبيريور اليك سباين الانتيريور سبيريور اليك سباين دي لو قديت حاطية ده كده على 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 الحود بتاعك من قدام هتلاقي في عظمة بارزة العظمة البرزة دي هي دي لما دي جيد اس فيها الطول العظمة بتاعت البون في حالات بتبتدي من عند الحدة دي لها بيقولك الانتيريور سبيريور اليك سباين وشي بقى نتكلم على الفيمير الفيمير سهلة جدا نتكلم عجوز الانتيريور بس باش نتكلم عن اي حاجة بستيريور تاني تمام يقولك ان انت عندك الهيت او فيمير يبقى الهيت بتاعت الفيمير الفيمير تمام او الفيمير او الفيمير بون ماسك في حاجة اسمها استابلم الاستابلم دي هنخدها قدام اللي هي بتاعت الهب تمام بيسموها هب سوكت خلاص تمام طيب اي تاني عنديك هنا نيك تمام وفي عندك حاجه اتانية اسمها عندك في Play Store by Play Store وفي حاجة اسمها Laser by Play Store وعندك ايه تاني عندك بقى خلاص شيخت هنا تمام وعندك هنا هنا بقى حاجة مهمة حاجة اسمها إبي كوندايل 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 وإبي كوندايل مهمة لا التيبيا والفابلو ده مع المهم جدا جدا عندي حاجة اسمها كوندايل برضو بس بسموه ميديالتيبيال كوندايل يبقى خل بالك ان Felix's To tu ligand調 ليست الاجبار فكتي بد lava ك elétZpho همسكوه في مان همسكوه كوندايل ثاني بسموه ميديالتيبيال كوندايل والراثون الارت تقيديوم بيتبقى تحتها Theoryonraj Discord Theoryon väterocondyle وأخرى camckel وفيها في التبية في حاجة اسمها تيبيال تيوبرستي في بقى الانتيريور مارجين او اللي هي الشافت اللي هي الجسم بتاع البون وتحت عندي حاجة اسمها ميديال ميديال مالوليس تمام وبياختصاره مم ميديال مالوليس ده شباب اختصاره مم تمام وعندي انفيريور ارتيكولار سيرفيس مش مهم قوي بس يكون عالف ان اختصار ده هو عشان مهم هنتكلم عن المحاضة اللي جاي في اختصار تاني وعندي هنا بقى خلطي كده نكلمنا عن التبية نكلم بقى على الفيبولا الفيبولا دي هي رازها فوق وهي الجزء اللاترال من الجسم تمام فيه هنا نتوء مهم جدا 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 بسموه سوبيريور تيبيو فيبولار جوين الجوين ده مهم سوبيريور تيبيو فيبولار جوين خلاص ودي الفيبولا اهيه وفى لاحة كانت حاجة اسمها اختصار هيت بتاعها نقع ايه والهيت اهيه وهيت اوفميا ماثقا في الاستابELLE وما تقول لازلي حاجة اسمها ايه chce вониنيب socket او الهيب جوينت خلاص الني сильно ده مهم جدا 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 يا تسيب اسمك واحفظ النيجوينت ده تمام النيج بيسموية النيجوينت اليجان Fund calidadومت لي اما هو مهم جدا كده عشان خاطر سيسموه ويت بيلينج جوينت يعني في emailed بيلينج جوينت وبحث حليه عن النيج like joient ده لالله هتلاقى يسموه الويد بين شون ده لشان هو اكتر مفصل بحمل عليه ضغط او بحمل عليه حمل تمام احنا قلنا في عندي عظمة اسمها البتل اهو بلش كده اهو الفيميار اهي الفيميار اهي يا شباب ودي التبية خلاص ودي الفيبولا والهيد بتاعت الفيبولا اهي طيب المهم في عندي عظمة تانية اسمها باتلة والباتلة دي اهي تمام قدام حاجة اسمها بيرسا وبيرسا نكلم عن المحاضرة الجاي مشان نكلم عنها دلوقتي عندي بقى مهم هنا حاجة اسمها ليجامنت اللي هو اللباط الصليبي اللي هنا من اللباط الصليبي موجود اهو عندي لباط صليبي اللي هو هو الكريشيات ليجامنت يا شباب الكريشيات ليجامنت اختصار مهم جدا جدا جدا. يبقى posterior PCL. وانتريور كريشيت لجامنت. وانتريور كريشيت لجامنت. وانتريور كريشيت لجامنت. اختصار مهم جدا. يوجد مهم جدا. ايه منيشيكس. ايه منيشيكس دي؟ الحاجات اللي هي الحاجات دي لعلاء الاسهم. الحاجات الصفرة دي. عندي واحدة هنا واحدة هنا. دي عبارة عن ايه؟ دي عبارة عن بالزبط كارتريج يا شباب. عبارة عن كارتريج. يقلل حمل الوزن ويحميل التابية دي من ايه؟ او الكنديل التابية. خلاص. ايبقى المانشيكس دي في منها حاجتين. في حاجة اسمها lateral وحاجة اسمها medial. lateral يعني البرة. و medial يعني الجوة. تمام؟ دي البرة ودي الجوة. اهو. هو البررة. اهو الحد اللي برة. ال lateral دي. نسميناها lateral meningي. وحاجة اسمها medial meningي. اختصار برده مهم. ml و mm. خلي بالك احنا قلنا مم دي وورا. قلناها في medial. اه او ارجع لها. قلناها هنا. في medial. لا مش دي. تعالى. قلناها في medial maliolus. قلناها اختصار mm. وهنا برضو في اختصار تاني mm. فاركز في الحده دي. خلاص. مش. ايه تاني. في هنا عندي. اهو. 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 وبرت تانيه بس.